حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمري بن الشريدي عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه أو سقبه حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال حدثني زيد بن أسلم عن عطائه بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلاف من رجل بكرا فأتته أبل من أبل الصدقة فقال أعطوه فقالوا لا نجد له إلا رباعيا خيارا قال أعطوه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءا حدثنا يحيى عن شعب تحدثني الحكم عن أبني أبي رافع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزومين على الصدقة فقال ألا تصحبني تصيب قال قلت حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم حثنا أبن نمير قال أخبرنا شريك وأبو النظر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت ألا أعقو عن ابني بدمين قال لا ولكن أحلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما محتجين في المسجد أو في الصفة وقال أبو النظري من الوريق على الأوفاض يعني أهل الصفة أو على المساكين ففعت ذلك قالت فلما ولدت حسينا فعات مثل ذلك حثنا وكيع حدثنا سفيان عن مخول بن راشد عن رجل عن أبي رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وشعره معقوس حسنا هارون بن معروف قال حدثنا أبن وهب قال أخبرني عمر أن أبو كيرا حدثه أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال كنت في بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذهب فأتيني بميمونة فقلت يا نبي الله إني في البعث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تحب ما أحب قلت بلى يا رسول الله قال اذهب فأتني بها فذهبت فجئته بها حسنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذتنا في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة حسنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن عن عمته عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا فقلت يا رسول الله لو اغتسدت غسلا واحدا فقال هذا أطهر وأطيب حسنا أبو عامر قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء حدثنا أبو الرجال عن سلم بن عبد الله عن أبي رافع قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقتل الكلاب فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته فإذا كلب يدور ببيت فذهبت لأقتله فنداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد إن تصنع قال قلت أريد إن أقتل هذا الكلب فقالت إني أمرأة مضيعة وإن هذا الكلب يطرد عني السبوع ويؤذنني ألجائي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر ذلك له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرني بقتله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن حسين عن أبيه عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول فإذا قال حي على الصلاة قال لحول ولا قوة إلا بالله حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن علي بن حسين عن أبي رافع عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضح أشترك كبشين سمينين أقرانين أملاحين فإذا صلى وخطب الناس أطب أحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم إن هذا عن أمة جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتب الآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشمين يضحي قد كفاه الله المؤنطة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمر عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين فذكره بإسناده ومعنه حثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث حتى ينحدر للمغرب قال فقال أبو رافع عن فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسريعا إلى المغرب إذ مر بالبطيع فقال أفن لك أفن لك مرتين فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك أمشي قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله قال وماذاك قلت أففت بي قال لا ولكن هذا قبر فلاء بعثته سعيا على بني فلاء فغلنا ميرة فدرع الآن مثلها مثلها من نار حدثنا هارون أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن مبوذ رجل من آل أبي رافع أخبرني الفضل ابن عبيد الله عن أبي رافع فذكره إلا أنه قال فكبر ذلك في ذرعي وقال قلت أحدثت حدثا قال وماذاك قال قلت أففت حثنا يحيى بن سعيد عن سفيانا عن عاصمي بن عبيد الله عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذتنا في أذن الحسن يوم ولدته بالصلاة حثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازية عن شرح بيلا عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهديت له شات فجعلها في القدر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أبا رافع فقال شات أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر فقال ناولني الذراع يا أبا رافع فناوته الذراع ثم قال ناولني الذراع الآخر فناوته الذراع الآخر ثم قال ناولني الذراع الآخر فقال يا رسول الله إنما للشهات ذراعان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو سكت لنا واتني ذراعا فذراعا ما سكت ثم دع بماء فمضمض فهو غسل أطراف أصابعه أصابعه ثم قام فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحما باردا فأكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء حسنا زكريا بن عدي قال أخبرني عبيد الله يعني ابن عمر وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال فسألت علي ابن الحسين فحدثني عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال لا تعق عنه ولكن أحلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الوريق في سبيل الله ثم ولد حسين بعد ذلك فصمعت مثل ذلك حسنا عفان ويونس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمني عن سليمان ابن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنا بها حلالا وكنت الرسول بينهما حسنا حسين بن محمد قال حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أبي أسماء مولى بني جعفر عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر قال أنا يا رسول الله قال نعم قال أنا قال نعم قال فأنا أشقاهم اللهم يا رسول الله قال لا ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى معنها